وفي هو دونالد ترامب لوعوده الانتخابية كرئيس يكرر كل ما قاله كمرشح فيما يتعلق بأتعاب الدفاع عن السعودية السؤال هنا لابد أن يكون عن التوقيت الذي يجب أن يبرر رفع العصى الأمريكية في وجه المملكة فبالأمس القريب زار محمد بن سلمان واشنطن ووصفت الزيارة بأنها نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وكتب عنها الإعلام الأمريكي بأن ترامب استغل الفرصة ليعلن أنه قرر إعادة الروابط مع المملكة بعد أن أهدرها سلفه باراك أوباما بسياسته التي اعتمدت التقارب مع إيران ومما كتب أيضا أن ترامب شعر حين ذاك وكأنه يتحدث مع الملك القادم وبعد أسابيع قليلة رد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس الزيارة فقصد المملكة واجتمع بالملك وابنه فما الذي يستدعي أن يلجأ ترامب إلى مطالبة السعودية بدفع المزيد مع ما قد يؤدي إليه ذلك من تشكيك في شرعية نظامها الثابت أن ترامب يسمي الأشياء بأسمائها لا يتقن الرجل ديبلوماسية أهل السياسة يسمي السعودية بالدولة الثرية ويقول إنها ليست عادلة مع أمريكا يريد المال رئيس أمريكا الدولة المصنفة الأقوى في العالم يطلب المال صراحة من المملكة وهذا يفتح الأسباب على احتمالات عديدة يعتمد الرجل تجاه الرياض سياسة لي الزراع أي المال مقابل الحماية من إيران فهل هذا يعني أنه ماضي في سياسته العدائية لطهران؟ وماذا سيكون موقف روسيا؟ وهل يعقل أن يكون هناك اتفاق أمريكي روسي تحت الطاولة يتعلق بتسوية ما في هذا الإطار؟ والسؤال الأهم ماذا تحمل الأجندة الأمريكية للمنطقة في زمن الجنوح العسكري ترامبي؟ الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى السعودية قد تحمل جواباً زيارة لا يمكن تجاهل أمرين حيالها الأول التباطئ الحاد في نمو الاقتصاد الذي شهدته أمريكا في الربع الأول من العام الحالي والثاني كما يقول ديفيد هيرست حاجة الأمير السعودي لكي يصبح ملكاً إلى ثلاثة مصادر أولها أمريكا ترجمة نانسي قنقر